أعرب سمو الشيخ ناصب بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بالنتائج المتميزة التي حققها أعضاء فريق البحرين للتحمل 13 في مبادرة السوب 7 وسب 8 في ألمانيا والتي تقام لأفضل أربعة متسابقين في العالم للترايثلون وشر سموه إلى أن تحطيم الأرقام القياسية يؤكدوا المسيرة النجحة للفريق في المبادرة مؤكدا أن هذه النتائج تعكس ما يتمتع به فريق أعضاء البحرين للتحمل 13 في تمثيل المشرف للمملكة في المحافل الخارجية وحرصهم على بذل الجهود لتحقيق النتائج الإيجابية التي تعكس مكانة رياضة الترايثلون ومدى تطورها وقال اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن النتائج الإيجابية التي حققها أعضاء الفريق وكسر الرقم العالمي للترايثلون للرجال في هذه المبادرة دلالة واضحة على الإمكانيات العالية التي يتمتع بها الفريق حيث ستكون هذه النتائج دافعا للفريق في مواصلة المسيرة الناجحة لهذه الرياضة العريقة وأضاف سموه العديد من الأهداف تحققت بمشاركة الفريق في المبادرة إضافة إلى مواصلة الزهار اسم البحرين رياضيا في المحافل العالمية وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 وجعل الرياضة عاملا رئيسيا في الترويج للمملكة وتابع سموه فريق البحرين للتحمل 13 برهن للجميع بإمكانياته العالية التي يتمتع بها ويؤكد دائما أن الإنسان قادر على الوصول لتحقيق أهدافه وطموحاته ونشيد بهذه المشاركة الإيجابية التي سلطت الأضواء بشكل كبير على الرياضة البحرينية هذا تمكن كريسيان بلونفيل من تحطيم الرقم العالمي الذي كان بحوزته وكسر حاجز السبع ساعات بالنسبة للرجال الذي حققه في سباق آيرون مان كوزميل المكسيك عام 2021 بالرقم الجديد الذي حققه وحتل المركز الأول بعد مسيرة مميزة طوال السباق وجاء المتسابق جويس كيبر في المركز الثاني بفارق ثلاث دقائق أما السيدات فتمكنت كاترينا ماثيو من إنهاء السباق بتسجيل زمن جديد وهو سبع ساعات و 31 دقيقة و 54 ثانية